التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة موضوع وفاة اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون كما وجه الرئيس السيسي بالتنصيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر رياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشان يأتي ذلك في إطار متابعة الرئيس السيسي المستمرة للموضوعات المسارة أمام الرأي العام واهتمامه بالوقوف على المعلومات الخاصة بها لضمان تحقيق الشفافية والعدالة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعاقل والحكمة وشدد الرئيس السيسي خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن سبيل النازع فتيل التوتر المتصاعد يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي لإنفاذ وقف إطلاق النار فورا بقطاع غزة أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على ضرورة ممارسة جميع الأطراف لضبط النفس وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مخاطر عدم الاستقرار وتهديد مصالح شعوبها وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكن طالب عبد العاطي الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للتوقف عن ممارسة سياسة حافة الهاوية والانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قطاع غزة يجب أن يعود لسيطرة السلطات الفلسطينية الشرعية مشيرا إلى أن الخطط الإسرائيلية للسيطرة المؤقتة على القطاع غير مقبولة وأضاف عباس في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن غزة يجب أن تدار تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحوكمة الفلسطينية الشرعية منوها إلى أن القيادة الفلسطينية تعارض بشدة الخطط الإسرائيلية التي توفر بعض الحلول المؤقتة كما قال عباس إن اختيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية يهدف إلى إطالة أمض الصراع في غزة وتوسيع نطاقها وسيؤدي إلى تعقيد المحادثات الرامية لحل الأزمة استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمين في تهران لاجتماع مع القائم بأعمال وزير الخارجية علي بقري للتأكيد على عزم إيران الرد على إسرائيل وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة إلا أنها تعتقد أن معاقبة إسرائيل أمر ضروري لمنع المزيد من عدم الاستقرار قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الهجوم على القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق والذي أصيب فيه خمسة جنود يمثل تصعيدا خطيرا في المنطقة وأطلع فريق الأمن القومي الأمريكي الرئيس جو بايدن ونائبته كامال هاريس على آخر تطورات الهجوم الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد في العراق وخلال جلسة استماع في البيت الأبيض ناقش الرئيس بايدن وهاريس وأعضاء مجلس الأمن القومي خطوات الدفاع عن القوات الأمريكية والرد على الهجمات ضد أفرادها بالطريقة والمكان المناسبين عين الرئيس الجزائري عبد المجيد طابون وزير الداخلية إبراهيم مراد مديرا لحملته الانتخابية وتنطلق الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة وهم عبد المجيد طابون ويوسف أشيش وعبد العالي حساني رسميا يوم الخامس عشر من أغسطس الجاري وتنتهي قبل الاقتراع بثلاثة أيام أعلنت النيابة العامة الفنزويلية أنها فتحت تحقيقا جنائيا بحق كل من مرشح المعارضة للرئاسة إدموندو جونزالس وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وذلك بتهم عدة من بينها اختصاب السلطة ونشر معلومات كاذبة والتحريد على عسيان القوانين والتمرد والتآمر الإجرامي ومن جانبها دعت المعارضة إلى الوقوف إلى جانب الشعب بعد أن أعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة في نتيجة طعن بصحتها داخل البلاد وخارجها اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف نتيجة امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح بلغت 81.3% هذا ويعقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان تفاصيل النتائج انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل